عقدت أمس في مجلس الأمة بعض اللجان البرلمانية اجتماعاتها العادية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووافقت لجنة شؤون المرأة والأسر البرلمانية على اقتراح بدخول الراغبين في الزواج في دورة تدريبية تثقي فيها قبل الزواج لا تتجاوز يومين فيما ناقشت لجنة حماية الأموال العامة ما هو مدرج على جدول أعمالها من لجان تحقيق اجتماعت اليوم بعض اللجان البرلمانية في مجلس الأمة اجتماعتها العادية لمناقشة الموضوعات والمخترحات النيابية المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها لجنة شؤون المرأة والأسر البرلمانية وافقت في اجتماعها على اقتراح بدخول الراغبين في الزواج في دورة تدريبية تثقي فيها قبل الزواج لا تتجاوز يومين فيما ترك تقديم صحيفة الحالة الجنائية اختياريا اذا رغب احد الطرفين او كلاهما بينما رفضت اللجنة مقترحا بشمول الفحص الطبي قبل الزواج تعاطي المخدرات كذلك عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعية السابع والعشرين وهو الاجتماع الاول للجنة خلال العطلة البرلمانية وبحثت ما هو مدرج على ججول الاعمال ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن لجان التحقيق هذا وتنظر غدا لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية في اجتماعية مناقشة مشروع القانون في شأن الجامعات الحكومية نواف شراكي تلفزيون دولة الكويت